السلام عليكم دائما مع كلام الأجداد ربي يشوف القلوب والناس تشوف الزيوب يا ابنة دمتوب وبركة من العيوب نشغل فمي بالأكل وما نشغلو بالقيل والقال اللهم وزني يزيد ولا ادنو بيتزيد الدنيا ماشية بالمقلوب والذي ينافق هو الذي يكسب القلوب الزمان طويل والنهار يجي بعد سواد الليل والذي يظلمك لابد يشوف الويل خدمت كلبي يومين اعقل على خيري وحرصني خدمت صاحبي عامين ربار ركابي ورفسني بيني وبينك تبحني وبين الناس لا تفضحني الكلام اللي يجيك ساهل على لسانك يقدر يجرح الشخص اللي قدامك رد بالك فلان ووزن كلامك ما تكبر الشان لا الفلان ولا الغيرو الواحد خليه واحد والزيرو خليه زيرو بعض اللولين قالوا سم النساء سم العقرب إلا ضحكوا في وجهك غير غني وطرب وإلا حلفوا فيك غير هرب ديها وقد بيها قل لا خلي هحد والدها ومن أجمل ما قيل كذلك إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا قل لا تسترح وترح بها لألا يقول الناس إنك كاذب أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجره ولا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة للموت فينا سهام وهي صائبة من فاته اليوم سهم لم يفته غدا قيل إن عنطرة بن شداد هرب من ثور هائج فسئل أين شجاعتك أتخاف الثور وأنت عنطرة قال وما أدرى الثور أني عنطرة من لم يجرب الألم يسخر من الجروح النسيان قافلة والحنين من قطاع الطرق الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان أما الموت فهو الحقيقة الراصخة نحن في زمن لو قيل للحجر كن إنسانا لقال عدرا لست قاسيا بما يكفي لا تبالغ في الحزن على شيء فالحزن نفسه قد يضرك أكثر من الشيء الذي حزنت عليه علمتني أمي أن لا أكدب فكذب الناس علي علمتني أن لا أسرق فصرق البعض سنين من عمري علمتني أن لا أخون فخانني الحظ مرات ومرات ولازلت بقناعة شديدة أصدق أمي لا تهجر أحدا ولكن لا تتمسك بيد من يريد الرحيل موسيقى الثرثرة مع صديق يفهمك هي السعادة بكل مفاهيمها موسيقى كي يحترمك الحاضرون احترم الغائبين موسيقى كن كالحياة رافق الجميع ولا تتعلق بأحد موسيقى لا تقطع صديقاً وإن كفر ولا تركاً إلى عدو وإن شكر موسيقى موسيقى بكالعين يفضح وبكالقلب يدبح واللي بك من خشية الله يربح موسيقى لا تخف ممن يجادلون بل ممن يتملصون موسيقى إذا خانك أحد فكأنه قطع دراعيك تستطيع مسامحته لكنك لا تستطيع عناقه موسيقى موسيقى مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها ولدة المعاصي تذهب ويبقى عقابها موسيقى 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 جوفها الف بركان بعض البشر كالعطصة عندما يخرجون من حياتك لا تنسى أن تقول الحمد لله ليس ججاعا ذلك الكلب الذي ينبح على جثة الأسد من ولد في العواصف لا يخاف هبوب الرياح لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في الجنة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين شكرا متابعين والسلام عليكم